مع الموضوع كالعادة مهم جدا هشاشة العظام مشكلة بتواجه كتير جدا من الناس خصوصا السيدات وكبار السن عايزين نعرف بقى على أسباب هذا الأمر إيه اللي بيؤدي إلى هشاشة العظام إزاي نقدر نحافظ كلنا على عظمنا ونقدر كمان من خلال الأكل الصحي والمكملات الغذائية الصحية نحافظ على صحة عظمنا ده اللي حنتكلم فيه مع دكتورة دينة أبو السعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي دايما بتساعدنا بوجودها معنا صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كله حل جميل نحن نتكلم عن موضوع أنا كنت معتقد أنه كان مرتبط طول عمره بكبار السن فقط لقولك إيه اللي هي خلاص بقى وسط لمرحلة ما فوق الستين خمسة وستين سبعين فبطبعت الحال موظمهم بيشتكوا بقى من العظم ووروكب يا بنتي والنوع ده من جميع دلوقتي بقى فيه شباب كتير كمان بيشتكوا من الحكاية دي إيه الموضوع ده للأسف يعني فعلا كان مقتصر الأستيو بريسز أو هشاشة العظم الكبار السن وأكيد الكبار السن بيجي لهم أكتر والستات بعد السن معين بيجي لها هشاشة عظم هنقول ليه بس زي ما قلت يا كريم دلوقتي بقى فيه شباب كتير عندها هشاشة عظم وظهرها بيوجهها طبعا هي الظهر على طول هشاشة العظم والمفاصل وممكن يحصل مع أي خبطة كسر كسور دي مشكلة كبيرة ليه لأن كتير من الشباب للأسف عدم الحركة اللي هو ما بيلعبوش رياضة ما بيمشوش دي من أكتر الحاجات اللي بتضعف العظم جدا لأن العظم عندنا وإحنا صغيرين العظم بيتجدد ده الطبيعي اللي ربنا خلقه وبعد سن معين يعني في سن التلاتين بيوصل لزروة كسافة العظم هشاشة العظم يعني كتلة العظم تبقى كويسة بنوصل للتلاتين سنة كسافة العظم بتوصل لزروتها بعد الأربعين تجديد العظم بيقل وتفتيت العظم بيزيد يعني ايه تجديد العظم أصلا دينا العظم بيتجدد على طول يعني وإحنا صغيرين بتلاقينا منطول لما منكبر بنقصر ده فعلا على فكرة لا والله اه طبعا النص الأولاني معروف ايوه لكن التالية دي جديدة عليك لا لما منكبر شوية العظم بتاعنا بيكسافته بيقل بنكش في روحنا يعني أنا فجرة جدتي قبل ما توفى قصرة خالص الله يحب ففعلا ده اللي بيحصل ده اللي ربنا خلقه ده ده التوازن بنيجي في سن معين قريدي العظم لما بيتجدد في عظم بيتتلف بقى العظم خلاص وقف يعني العظم زي الخلايا كده طبعا هو خلايا كلها نخايا العظمي كل ده خلايا طبعا ستات بعد انقطاع الدورة بيحصل لها شاشة عظم لأن نسبة الاستروجين هرمون الأونوسة بينخفض عندها فلازم هتمشي مع الدكتور مع طبعا قلب مالتي فيت اللي هتكلم عنه انه بيدعم العظم جدا بس لو قلتلي الشباب الشباب عدم الحركة قلة التمارين المشروبات الغازية اللي بتمتص الكالسيوم اللي هقول عليه لأن المشروبات الغازية بتمتص الكالسيوم والعظم محتاج كالسيوم التدخين مصيبة اي حد بيدخن يتجنب التدخين لأنه بيعمل هشاشة عظم لأن التدخين بيديق للأوعية الدموية العظم عايز دم احنا اتكلمنا قد ايه الدم مهم وللدرجات دي التدخين سلبياته مسماعة في كل حاجة طبعا الواحد بيقع فيهم بس أن العكساته السلبية بتكون عارة الرئة لا تدخين في كل حاجة مش بس الرئة الرئة والقلب والعظم والدم كل حاجة كل حاجة فالتدخين لما بيديق لي الأوعية الدموية العظم عايز دم عايز تغزة فما بيوصلوش الغزة الكفاية فبيحصل هشاشة عظم الاكساس من الكافيين كل يوم نشرب ستة سبعة قهوة والكافي والحاجات دي ده بيعمل لي مشكلة أحيانا بتلاقي شباب بيمشوا مع نفسهم كده على كورتيكوستيرويدز أو الكورتيزونات الكورتيزونات ما تتخدش فقط تحت إشراف الطبيب لأن الكورتيزون بيقللي جدا كسفت العظم فبيتاخد في فترة معينة زي ما الدكتور بيقولوا نبطلها مش ماشينا على كورتيزونات تبعوة هات